اشتركوا في القناة ايضا ستبقى تخص مناطق الجنوب الغربي لغاية شمال للصحراء احتمال بعض الامطار الرادية الموسمية نحو مناطق اقصى الجنوب لغاية مرتفعة الهوغار والطاسي فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد ستفوق العشرين درجة على كل المناطق الشمالية تكون مرتفعة خاصة بالنسبة للاغوات كذلك بنمسيلة وبوسعدة ستقرب 30 درجة على المناطق الجنوبية تتروح من بين 30 إلى غاية 32 درجة بينما لن تتعدى 23 درجة بمرتفعات طامن راس و28 درجة بورغلا وإيليزي خلال ظاهرة الغد الحرارة القصوى تبقى مرتفعة بالمناطق الداخلية ما بين 40 إلى غاية 42 درجة على الخط الرابط بين غيليزان مع سكر الشلف عين الدفلة تيسمسيلت حتى بنمسيلة بوسعدة والأغوات حتى بباتنا أما على سواحل ما بين 32 إلى 34 درجة جنوبا تبقى أجواء حرة وتفوق الأربعين درجة على كافة مناطق الجنوب الكبير عادة بثمن راس وجنات ما بين 37 إلى 39 درجة بينما ستقرب 47 درجة تحت الضل هذا بكل من تندوف وابن عباس البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الاتراب على طول الشريط السحيدي رياح ضعيفة على العموم ضمن تيرات شمالية شرقية نحو سواحل الوسطى أما بالنسبة للأيام القليلة المقبلة يومي الثلاثة وكذلك يوم الأربعاء نفس الوضعية الجوية أجواء حارة وصيفية ضباب محلي خلال صباح الباكر نحو سواحل الغربية الرياح ستكون قوية نسبيا على كل سواحل الوسطى والغربية بعض الخلايا الراضية التي ستنتشر خلال الظاهرة أقول نحو المرتفعات الغربية لا تكون مرفوقة ببعض الأمطار الراضية نحو المناطق الداخلية الوسطى وخاصة منطقة الأوراس رياح قوية بمنطقة الواحد وسط الصحراء وأقصى الجنوب الغربي مع أجواء مشمسة وتبقى أمطار راضية موسمية تخص مناطق أقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار وتسلي درجة الحرارة ستبقى مرتفعة يوم الخميس بحول لا تقريبا نفس الوضعية الجوية لكن الخلايا الراضية ستقل نحو المناطق الداخلية وستتشكل بعض الصحب الركامية بدون فعالية نحو منطقة السورة وكذلك منطقة الواحد نعود إلى نهر اليوم